أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة رفضهم عودة عدد من الأسماء لتشكيلة الوزرية مرة أخرى هؤلاء النواب اعتبروا أن الوزراء المذكورين كانوا عنصر تأزيم في مجالس سابقة متوعدين برد قاس في المجلس في حال عودة هؤلاء الوزراء في تشكيلة الحكومية الجديدة من المقرر أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة قبل جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد والمقررة يوم الثلاثاء القادم السادس من شهر أغسطس ورغم أن المجلس الحالي بتشكيلته التي تضم معظم ألوان الطيف الكويتي لا توحي ملامحه بأنه سيكون معارضا شرسا للحكومة مهما كانت مكوناتها إلا أن عدد من النواب السابقين وخصوصا ممن كانوا نوابا في مجلس الأمة الأخير الذي أبطلت المحكمة الدستورية قد يبدون الكثير من التحفظ على عودة عدد من الوزراء الحاليين إلى الحكومة مرة أخرى كما أن عدد من النواب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة سجلوا مبكرا تحفظهم على عودة بعض الوزراء وكان في مقدمة هؤلاء الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير المالية مصطفى الشمالي فالطالب النائب عن الدائرة الرابعة ماجد موسى بعدم تكلفه مرة أخرى واصفا الوزير الشمالي بالمستفز ومتوعدا برد قاس خلال المجلس في حال عودة الشمالي للتشكيلة الحكومية رفض آخر مشابه أيضا صدر من النائب عن الدائرة الخامسة محمد الحويلة الذي وصف الشمالي بأنه عنصر تأزيم رافضا عودته في التشكيل الحكومي وعلى العكس من هذين الموقفين يرى نواب آخرون أن الوزير الشمالي من أفضل الكفاءات التي حملت الحقائب الوزارية وخصوصا في وزارة المالية واصفين الوزير بالنظيف ومن أفضل الوزراء خلال السنوات الماضية ما بين هذين الموقفين يبرز موقف آخر من النائب في الدائرة الرابع عبدالله العدواني والذي أكد في عدم وجود فيتو على عودة أي وزير للحكومة الجديدة مؤكدا أن الأمر بيد سمو الأمير أما النائب صالح عاشور وفي موضوع مرتبط بالحكومة أيضا فأكد أن أول سؤال برلماني سيقدمه للمجلس سيكون ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان مجالس الأمة ترجمة نانسي قنقر